اشتركوا في القناة نتفعل مع السؤال للأستاذة من كيوس كانفو الحوار ما زال ما انتهش متى نتجه نحو قرارات نضالية وتصعيدية لكينا في النقابة حينما يتم غلق باب الحوار حينما يكون التوجه لدى الحكومة يسير في اتجاه معين نحن ما زال في طاولة الحوار عملنا لقاءات مع النقابات وقلسنا معهم والنقاش والحوار مستمر رئيس الحكومة تلقى مع النقابات وتكلمنا وتتفقنا وخرجنا بيان مشترك وقلنا مأسسة الحوار وما الذي تغير شنو اللي تبدل واش الحكومة دارتشي قرار في هذا الموضوع هذا وخمشاتك تطبقه بشكلين فرضي احادي ابداً دا الحوار ما زال مستمراً ومفتوحاً وما كانت تشي مبرر احنا دابا في مارس اليوم في هذا الشهر ديال مارس 14 يوم ديال الاضرب ما عنده حتى معنى تلاميذ ما يقرأوا ما عنده حتى معنى نرفع شعار ديال ما عرفتاش الدولة كذا ما كانت مشكل ولكن رأى الدولة كذا والدولة كذا رأى في نهاية المطافة رأى البوسطاء والضعفاء وأولاد الفقراء هم الذين يقرؤون في هذه المدارس هذه وقد شعار قد الممارسة ماشي الشعار في واد والممارسة في واد واحدة اخر انا موغيتش نعطي لهذا الموضوع هذا قراءة سياسية ولكن نعطيه غير قراءة موضوعية هل اغلقت الوزارة بالحوار لم تغلقه النظام الآن الجديد كي تنقش ومطروح النقاش مع النقابات والنقابات ستبدأ الرأي ديالها والإخوان المعنين بذل موضوع تهوما طلبوا إلى النقاش مرات ومرات ولكن رح البيان منك تقرأ البيان بعض المرات يجيب لك الله يجيب لك الله ركي نشي حاجة لمشي يهديك المفاهيم التربوية والتعليمية وانا ابنه يعني رجل التعليم السابق لا نعرفها نعرفها فما فهمتش هذا الموضوع هذا لماذا فهل توقيت بالضبط وعلاش الشهر اللي فات مشيت أيام ضعت وهذا الشهر هذا اليوم في 14 ريوم وجمعية الأباء والمواطنين كلهم ما عجبهم ليس لحال وحتحنا لأنه لو أغلق الحوار لكان لهذه التدابير مبررة لكن الحوار مفتوحا فأنا أدعو الإخوان أنهم نرجعوا للحوار ونقلسوا ولكن مقترحات الحكومة تستمع وتنصت ومن يتخذ القرار أنا ذاك لما يكونش يعني وبالمناسبة هو رأى في حلول مبتكرة ولكن يجب أن نعود إلى طاولات الحوار بشكل جماعي لكي نعالج هذا الملف اشتركوا في القناة